السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا حبيبي معايا في فيديو جديد سنة ثالثة ابتدائي النهاردة إن شاء الله قرر المفروض نبدأ يونت جديدة اللي هي يونت خمسة بس في حبيبي كتير طلبوا مني إن أنا أحل امتحان ومراجع على يونت أربعة فالنهاردة إن شاء الله هنعمل مرجع على يونت أربعة ونحل امتحان عليها وإن شاء الله الفيديو الجاي يعني إحنا بنعمل تقريبا كل يوم فيديوهات لسنة ثالثة الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ الواحدة الخمسة ونحاول إنجاز بسرعة عشان نحل امتحانات شاملة على المنهج الكل وطبعا أي حاجة كتبوها لي في التعليقات وأنا بنفزها لكم بقدر الإمكان ودائما بفكركم إن عندنا في قائم التشغيل في القناة في قائم التشغيل مكتوب عليها الصف السلس الابتدائي هتلاقوا فيها كل فيديوهات سنة ثالثة ابتدائي عشان بس ما تبحثوش كتير واتقوه في القناة تمام؟ قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله وتشاهروا الفيديو عشان أصدقائكم يستفيدوا نبدأ الفيديو بسم الله قدي حبابي مكتوب فوق activities on unit 4 يعني أنشطة أو تدريبات على unit 4 طبعا أنا في صفحة 209 في كتاب المعصر تمام؟ طيب أول حاجة بتجيلك في التدريبات أو في الامتحان إيه؟ بصوا معايا كده listen and write the missing sound listen يعني استمع طبعا هيجيب لك الصورة سهلة جدا وهتستمع كمان يعني المدرس هيقول لك الكلمة وهتستمع وتحط الحروف النقصة زي ما انت حافظ الكلمات تمام كده؟ طيب أول حاجة ده شعر تاني حاجة تقول لنفسك كده ده أذن ده المدرس هيقول لك بير بير زوج من ودي لحية أو دقن بيرت طيب يلا حبابي الشاطرين يكتبوا معايا الحروف النقصة ها الحرف النقص هنا إيه؟ قدت حروف النقصين ها H هو موجود A-I-R هير شعر أذن إير ها E-A-R طيب زوج من بير بي هموجودة A-I-R لحية أو دقن بيرت ها الحروف النقصة E-A-R السؤال اللي بعد كده read and fill in the gaps يعني اقرأ واخد كلمة من دول حطها في المكان الفاضي ده طبعا مديك ثلاث كلمات ومديك جملتين بس أو سؤال وجملة معنى كده أن فيه كلمة زيادة مش هنحتاج What's in your ها أي روم طبعا ما ينفعش نيكست ولا كيتشن living group خدناها يعني غرفة المعيشة نمبر 2 زرزا لام بزرز دي يعني يوجت وارتهلكم قبل كده لام بلمبة ها بدام في 2 يبقى نيكست نيكست 2 بجوار ذات شير ننقل على الشتوال اللي بعده طبعا اللي مذاكر يا سنة تالتة وحفظ كلمات كتير زي ما احنا قلنا هيعرف يحل بكل سهولة احنا بس دلوقتي بنضربكوا على شكل الأسئلة طبعا دوت المفروض مقرنة بين العمودين أو توصيل بس طبعا ما عدناش بنوصل يعني بقى الورقة شكلها أنضف وأشيك بنحط رقم الكلمة هنا في المربع ده نمبر 1 What is in نقرأ بقى كده كله ونشوف ايه اللي ناسبها طبعا into زي تشرق غلط what is in إذا نتشرق غلط what is in ايه خدناها the living room اللي في غرفة الميشة بقى هنا هكتب ون نمبر 2 we take we take ايه we take ايه ها خلي بالكو احنا بناخد ايه iron or from rook بناخد الحديد الخام من الصخر أو الصخور iron or from rook طيب وتيك دي عن ايه يأخذ يبقى هكتب هنا number 2 number 3 the lamp is next اللامبة اتفقنا وتعودنا ان next لازم يجي بعدها 2 فين 2 هنا اهي يبقى هكتب هنا 3 the lamp is next to the chair top sand يلا يا شاطرين بتحفظوا اللي بيحفظوا الكلمات sand يعني ايه رمال رملة ها الرملة مالها is a natural resource يعني مصدر طبيعي واتفقت معكم بارح ان natural resource يعني مصدر طبيعي تحفظوها تمام كده التمرير اللي بعد كده في صفحة 210 مدينا كلمات وجمل نقصة كلمة وهنكمل من الكلمات اللي فوق number one i make الولد بيعمل ايه بيرتب سريره يرتب السريري يعني ايه make bid يبقى i make my ايه ما يبد بيرتب سريري يبقى اكتب كلمة bid دي هنا number two twenty four اربعة وعشرين divided by كلمة divided by دي اللي هي على في الحساب اربعة وعشرين على ستة بنطقها ازاي twenty four divided by six equals يعني تساوي يساوي كاما اربعة وعشرين على ستة يا حلوين اللي حفظين جدول الضرب ها اربعة يبقى four دي هكتبها هنا number three three times five خلي بالكم times d يعني في الضرب علامة الضرب في يعني بعبر قلتلك قبل كده وانا باش راح الدرس بعبر عن الضرب بكلمتين يا اما times يا اما multiplied by three times five equals خمستاشر يعني كام هنا fifteen اهي اكتبها هنا طيب ده الحديد الخامش اخدناه iron or iron or is a natural resource natural resource بأكد عليها دايما وهنا iron حديد خام يبقى كلمة حديد اهي دي هكتبها هنا تعالوا معايا كده السؤال اللي بعد كده look and circle طبعا ده سهل جدا سؤال سهل جدا دي سكينة انهي كلمة من دول حبيبي اهي knife knife الكي سايلانت طب نيل دي يعني يا شاطرين نيل مصمار مش هناخدها طبعا number two فاكرين ده كرسي ليه دراعات مش كرسي عادي armchair اهي اما الكاويتش دي يعني اسمها الكاوش ما الكاوش مش كوش كاوش كوش يعني ايه كنبة يبقى انا هياخد اللي فوق armchair ده بده دوليب cupboard اهو ده اللي فوق معلقة سبون اهي حبيبي تحت حط عليها دايرة هتحط دايرة بس حول الكلمة الصحة طب تعالوا معايا هنا الصورة تحتها الحروف ملخبطة هنرتبها تاني طيب ده ايه ده شكل ايه خدنا في الكلمات bookcase يعني حافظة كتب او مكتبة كتب فعندنا في البيت بنحط فيها الكتب اهي اسمها bookcase هرتبهم ازاي طبعا الحروف ملخبطة خالص b-o-o-k-c-a-s-e number two lamb lamb l-a-m-b number three ها ساعة حائط clock c-l-o-c-k السؤال اللي بعد كده صفحة 211 read and take take orcruz يعني هنحط علامة صح او علامة خطأ هنبص على الصورة عندنا army chairs اتنين وفيه بينهم تليفزيون television هقول there is a television between the army chairs صح ولا غالط صح طبعا هنبص على الصورة number two i sweep the floor انا بكنس الارضية الجملة اللي بعد كده يا حبيبي i sweep the floor انا بكنس الارضية هو بكنس الارضية هنا طبعا لا sweep يعني يكنس وfloor يعني الارضية البيت الشقة هو هنا بكنسش يبقى غلط number three farmers get water جدي يعني يحصل على وطر المية من النيل وformers يعني ايه هنالحلولين اللي حفزوا الكلمات farmers يعني الفلاحين طبعا صح يبقى احط هنا علامة صح التمرير اللي بعد كده write a sentence under each picture طيب هنا بقى انتوا كبرتوا وعايز عايزكم تكتبوا جمل من عندكم عشان كده كنتوا انا بشرح الدرس بعد اقول لكم احفظوا يا حبيبي الجمل سهل جدا على فكرة ما تقلقوش خالص هنبص على الصورة كويس ونكتب عليها جملة من اللي احنا اخدناه طبعا ده هنا عندي armature تمام وهنا دي تابل ترابيزة ممكن طالب يقول لي there is a table next to the armature يوجد ترابيزة بجوار الarmature طالب تاني يقول لي ايه there are books في كتب اهيه on the table توجد كتب على الترابيزة خلاص برضو صح اي جملة هتكتبها صح هتتحسب لك صح طب السؤال الجملة التانية طبعا دي بقى ملهاش حلين دي حل واحد واضحة جدا اللي هي الرموز الرياضية او مسائل الحساب خمسة فاربعة بعشرين اقولها ازاي يا حبيبي five times four equals twenty five times طيب يعني في four equals twenty وطبعا هنكتبها بالحروف طيب ممكن اقولها بطريقة تانية five multiplied by يعني خمسة مضروبة في four equals twenty تمام يبقى دي الجملتين بتاعنا طب تعالوا معي على البنكة ويشن خدنا فيه فيديوهات كتير وخدنا فيه جزئيات كتير بنكة ويشن يعني مطلوب منك اول حرف في الجملة تعمله كابيتل لو فيه جوه الضمير i اللي هو انا في اي جزء في الجملة بنعمله كابيتل اسم اي شخص واسم بلد لازم يبدأ بحرف كابيتل نهاية الجملة بحط نقطة لو جملة ولو سؤال بحط علامة استفهام تعالوا معايا كده she likes feeding cats هي يبقى الاس بتاعت she likes امشي عادي بقى زي ما انا كده feeding cats هي بتحب ان هي تأكل القطط sweeping zeflour وتكنس الارضية هنا في حاجتين لازم افصل بينهم بكما بعد cats هحط كما هنا زي ما شرحت لكم ليه بتتحط تحت and playing sports وحط نقطة في الاخر هقول تاني علامات البنكة ويشن الموجودة الاس بتاعت she بين cats وبين sweeping فيه كما وفي الاخر بحط نقطة وطبعا ده سؤال الخط حلو جدا وسهل ولذيذ وتعودنا احنا نضربنا على الخط كتير يا شاطرين بين السطرين دايما نترسم الحرف عشان يطلع خطك شكله حلو لحد هنا بقى نكون خلصنا الفيديو اتمنى يا رب يكون اعجابكم وقفتكم استفدتم واتمنى تشيروه عشان كل اصدقائكم يستفيدوا وقالقاكم ان شاء الله على فيديو جديد وبداية الوحدة الخمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة